السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس البرمجة في لغة دارت في هذا الدرس سوف نتحدث عن السيت أو المجموعة أو الأوبجيكت من نوع سيت أو الكائن من نوع سيت فما هو تعريف السيت؟ يمكن تعريف السيت على أنها مجموعة من العناصر وهذه العناصر لا يمكن أن تتكرر أكثر من مرة فإذن سيت هي عبارة عن مجموعة فيها عناصر كل عنصر لا يمكن أن يتكرر أكثر من مرة بينما في الليست التي درسناها في الدروس السابقة يمكن للعنصر أن يتكرر أكثر من مرة عند بناء السيت يتم ربط العناصر الموجودة بداخلها بأرقام إنديكس بشكل تلقائي لكن لا يوجد في الحالة الافتراضية ترتيب معين لعملية الربط هذه أما بالنسبة للليست التي درسناها سابقا فقلنا أنها أيضا مجموعة من العناصر وهذه العناصر أيضا مرتبطة بأرقام هي الإنديكس فإذن ما هي الاختلافات الجوهرية بين السيت وبين الليست؟ في الليست يمكن للعنصر أن يتكرر أكثر من مرة بينما في السيت لا يمكن للعنصر أن يتكرر أكثر من مرة في الليست يمكن لقيمة النل هنا أن تتكرر أكثر من مرة في السيت تقبل فقط قيمة واحدة للنل لا يمكن لقيمة النل أن تتكرر في أكثر من عنصر ودرسنا أيضا الماب وقلنا أن الماب هي عبارة عن مجموعة من الأزواج key value pairs وهذه الأزواج تحتوي على قيمتين قيمة key وقيمة value للدخول إلى قيمة value نستخدم قيمة key بينما في حالة السيت والليست للدخول إلى قيمة العنصر نستخدم قيمة الاندكس أو الرقم الموجود في الاندكس فإذن هذه هي الماب لا يمكن فيها لقيمة الكي أن تتكرر أكثر من مرة ويمكن لقيمة الفاليو أن تتكرر أكثر من مرة في السيت لا يمكن لقيمة العنصر أن تتكرر أكثر من مرة في الليست يمكن لقيمة العنصر أن تتكرر أكثر من مرة في الماب لا يمكن لقيمة الكي أن تتكرر أكثر من مرة بينما قيمة الفاليو يمكن أن تتكرر لنتحدث عن أنواع السيت في لغة دارت يوجد ثلاث أنواع من السيت النوع الأول وهو الهاش السيت في هذا النوع ندخل العناصر داخل السيت ولكن لا يوجد أو ليس لها ترتيب معين فبعد إدخالها داخل السيت نلاحظ أنها أخذت ترتيب لا يمكن توقعه على الإطلاق في النوع الثاني وهو اللينكت هاش سيت في هذا النوع ندخل العناصر ونتوقع أن هذه العناصر سوف يتم ترتيبها كما تمت عملية إدخالها فإذن يتم ترتيبها بناء على عملية الإدخال في النوع الثالث وهو السبلي تري سيت في هذا النوع ندخل العناصر ويتم ترتيبها بناء على أوردر معين فمثلا لو كانت سترينج يتم ترتيبها بناء على الأحرف الأبجدية أو إذا كانت من نوع انتجر يتم ترتيبها بناء على الأرقام من الصغير إلى الكبير طبعا النوع الافتراضي وهو أو النوع المستخدم بشكل شائع في لغة دارت هو اللينكت هاش سيت كيف نبني هذه الأنواع الثلاثة في لغة دارت لنأخذ المثال التالي قبل محاولة إنشاء أي سيت في لغة دارت يجب إجراء إمبورت للملف كوليكشن حيث أن السيت تنتمي إلى الكوليكشن وإذا لم نقم بإجراء الإمبورت أحيانا البرنامج الذي نعمل عليه يقوم بإجراء عملية الإمبورت بشكل تلقى نقوم ببناء الدالة مين الآن لبناء النوع الأول الهاش سيت يجب أن نستخدم الكونستراكتر هاش سيت ثم نوع البيانات التي نريد إدخالها داخل هذه السيت والقوسين الخاصين بهذا الكونستراكتر الآن السيت تعتبر خالية لإدخال عناصر بداخلها نستخدم إما الدالة آد إذا أردنا إدخال عنصر واحد ومن ثم نمرر هذا العنصر أو نستخدم الدالة آد أول إذا أردنا إدخال مجموعة من العناصر دفعة واحدة بشرط أن تكون هذه العناصر على شكل إتيرابل فإما أن تكون لها قوسين كبيرين بهذا الشكل أو القوسين الخاصين بالليست لطباعة هذه السيت نستخدم الدالة print set وهنا يجب أن نلاحظ أن الترتيب مختلف عن الترتيب الذي تم فيه إدخال العناصر وهذا طبيعي لأن هذا النوع من نوع هاش سيت فهنا لا يمكن أن نتوقع ترتيب معين لعملية تخزين الـ elements أو العناصر داخل هذه السيت النوع الثاني وهو الـ linked hash set لبناء هذا النوع نستخدم الطريقة التقليدية أو العادية جدا وهي القوسين الكبيرين وهذا ما يسمى بطريقة الليترالز أو الليترال ومن ثم نحدد نوع البيانات أو بين القوسين الصغيرين فإذا كانت من نوع string نكتب string وإذا كانت من نوع integer نكتب integer وأحياناً ممكن أن تكون من نوع object أي نريد وضع ضمن هذه السيت كائنات أخرى فهنا نكتب object وأحياناً يمكن أن تحتوي على list فهنا نكتب list لإدخال عناصر داخل هذه السيت نستخدم أيضاً الدالة add أو add all لطباعة ونمرر بعد ذلك العناصر على شكل iterable لطباعة هذه العناصر نستخدم الدالة print فنلاحظ أن الترتيب الذي حصلنا عليه مطابق للترتيب الذي تم فيه إدخال البيانات أو elements داخل هذه السيت لبناء النوع الثالث وهو split reset نستخدم هنا كونستراكتر خاص بذلك يسمى split reset نمرر له نوع البيانات والقوسين الخاصين بهذا الكونستراكتر نضيف لهذه السيت عناصر كما أضفنا في المثال الأول والثاني الآن لو حولت طباعتها عناصر هذه السيت ولاحظ أن الترتيب مختلف عن الترتيب الذي تم فيه إدخال هذه العناصر وهذا شيء متوقع لأن هذا النوع من السيت يقوم بترتيبها بناء على order معين أو نظام معين فمثلا لو كانت من نوع string يتم ترتيبها بحسب الأحرف الأبجدية لو كانت من نوع integer يتم ترتيبها بحسب الأرقام